تعددت الروايات التي نقلتها وسائل أعلام لبنانية عن أهداف زيارة ميشيل عون لدمشق في هذا التوقيت بالذاتة الذي يتزامن مع دعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للبلاد في الرابع عشر من حزيران الجاري في زيارة هي الأولى له منذ نحو أربعة عشر عاما والتقى الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق في خطوة مفاجئة طرحت تكهنات عدة حول أهدافها والملفات التي ستوضع على طويلة الحوار وأقل الأسد خلال استقباله عون أن قوة لبنان تكمن في استقراره السياسي والاقتصادي وأن اللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات مشيرا إلى أن استقرار لبنان هو لصالح سوريا والمنطقة عموما وأكد الأسد أن عون كان له دور في صون العلاقة الأخوية بين سوريا ولبنان لما فيه خير البلدين فيما شد داخل للقاع على أن الشعب اللبناني متمسك بوحدته الوطنية رغم كل الظروف معتبرا أن سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة وسينعكس نهوضها وازدهارها خيرا على لبنان واللبنانيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر